موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز بأهم الأخبار من قناة عدن الفضاية أهلا بكم تسلم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح رسالة أو دعوة خطية لفخامة الرئيس عبدالرب مصور هذه رئيس الجمهورية من أخيه رئيس الجمهورية التونسية فخامة الرئيس الباجي قاد السبسي للمشاركة في القمة العربية الدورة العادية الثلاثين في تونس المزمع نعقادها في شهر مارس 2019 وسلم رسالة معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهنوي بحضور السفير رطفي بن قايد السفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى بلادنا ونقل الوزير الجهنوي تحيات فخامة الرئيس السبسي لفخامة رئيس الجمهورية ولأبناء الشعب اليمني متمنيا لليمن واليمنيين الأمنى والاستقرار والرخاب وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأسبل تعزيزها وتطويرها وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالعلاقات الثنائية التاريخية وما يجمع بلدين الشقيقين من أواصر المحبة والإخام ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الصالح مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخي المسجدات الميدانية وأوضاع الوحدات العسكرية أكد نائب الرئيس في اللقاء على أهمية مضاعفة الجهود للبناء والعمل وتصحيح الاختلالات وترجمة توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدالرب ومصور هادي رئيس الجمهورية القائد لعلى القوات المسلحة ببناء جيش على أسس وطنية وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى حرص الشرعية على إنجاح المفاوضات الجارية في السويد وتحقيق تقدم ملموس يمنح اليمنيين آمالا بالتواصل إلى حل سلمي دائم مبنيا على المرجعيات الثلاثة الضامنة لأمن اليمنيين واستقرارهم أكد رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك على ضرات تحقيق هيبة القضاء واستمرار وطيرة عمل المحاكم والنيابات العامة للفصل في قضاء المواطنين وتحقيق العدالة جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن بقيادات السلطات القضائية والنيابية بحضور رئيس مجلس القضاء لعلى دكتور علي ناصر سالم والنائب العام الدكتور علي الأعوش ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بآلية العمل والأوضاع الأمنية للمحاكم والنيابات العامة واستمع رئيس الوزراء إلى عدد من مداخلات القضاء تركزت حول وضع الميزانية التشغيلية لعمل المحاكم وآلية إيجاد الحماية الأمنية لمقار المحاكم والنيابات العامة مع توفير الحماية الخاصة للقضاء وأعضاء النيابات قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك من المؤسف أن يأتي احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام واليمن يعيش مأساة إنسانية جراء كارثة انقلاب ميليشيا الحوث الانقلابية التي لا تعمل فقط على انتهاك كافة حقوق الإنسان بل وتعزز جريبتها بتقسيم الشعب وتدمير كل قيم الخير والجمال التي عرف بها شعبنا اليمني العظيم وتعمل بقوة على نشر خطاب الكراهية وتعزيز التشضي المجتمعي وتمزيق نسيج الوطن الواحد وضاف رئيس الوزراء في كلمة التي ألقاها في الحفل الخطابي الذي أقامت وزارة حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار الحق في السلام العادل المستدام إن الواقع المؤسف لمعاناة بلادنا مع انقلاب الميليشيا الحوثية لا تقتصر على تدمير الحاضر بل تطال المستقبل من خلال استهدافهم للأطفال إما بالقتل المباشر قصا وتلغيما استهدفت ميليشيا الحوثي منازل المواطنين بالحددة وبشكل عشوائي وأصيب مدنيون بينهم نساء وأطفال جرى استهدافهم بالرصاص من قبل مسلحين ميليشيا وتم إسعاف المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية ومثما تحولهم إلى مستشفى الخوخة لاستكمال العلاج وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي إن عدد الإصابات التي وصلت إليهم أربعة مدنيين إصاباتهم متفاوتة ومتوزعة بين الفخذ والرأس والبطن ومن بينهم نساء وأطفال أصيبوا برصاص ميليشيا الحوثي التي استهدفت منازلهم هذا وتواصل ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بشكل عشوائي في عدة مناطق تم تحريرها من قبل قوات ألوية العمالقة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة تمكنت قوات الجيش الوطني من كسر هجوم لمسلحي جماعة الحوثي على مواقعها في المحور الجنوبي لجبهة دمت شمال الضالة وقال قائد عمليات اللواء الرابع احتياط العقيد عبد الكريم الفرح إن الهجوم استهدف مواقع الجيش الوطني في تباب الحريوة وجل عم لتندلع على إثرها مواجهات عنيفة استمرت لساعات وأكد أن قوات الجيش الوطني تمكنت من كسر الهجوم أجبرت مسلحي الميليشيا الحوثية إلى العودة إلى ماكن تمركزهم بعد أن كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث قتل ستة من عناصر الميليشيا وجرح آخرون وتم إعطاب طقم عسكري والاستيلاء على عدد من الأسلحة نهاة الموجزة شكرا لطيب متابعتكم للقاء بحول الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة